رفعت الفلبين حالة التأهب إلى ثاني مستوياتها بعد أن أثار انفجار بركاني مخاوف بشأن ثوران محتمل لبركان مايون في وسط البلاد وأصدرت الوكالة المعنية بمواجهة الكوارث في الفلبين أمرا بإجلاء سكان قريتين مجاورتين لبركان مايون في أقليم ألبي والذي ثار آخر مرة عام 2014 وقالت السلطات إن ثمت مؤشرات على تصاعد حمم ملتهبة من فوهة البركان ما قد يؤدي إلى انفجارات بركانية خطيرة وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل إنه رصد انفجارا يمكن أن يكون ناتجا عن اندفاع بخار أو مياه جوفية ما أدى إلى تطاير الرمادي والسخور وانبعاث رائحة الكبريت في الجو وسماع دوي انفجارات هادرة وتعني درجة التأهب من المجتوى الثاني أن النشاط الحالي للبركان ناتج عن حركة الحمم البركانية المنصهرة ما قد يؤدي إلى ثواران تدفقي ناتج عن التبخر السريع للمياه الجوفية أو الأخطر من ذلك إلى اندفاع للسخور والمواد المنصهرة وهو ما قد يشكل خطورة بالنسبة للمناطق المجاورة وكان أكبر ثواران للبركان في فبراير شباط عام 1841 قد تسبب في مقتل 1200 شخص ودفن بلدة بأكملها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة